إذا كان الحجر المنزلي يحرمنا من الخروج والقيام بأنشطة أو لقاء الأصدقاء فإن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يستسلموا للوضع وتمكنوا من إيجاد حلول وبدائل تقديم نصائح لقضاء وقت الفراغ، التبادل الآراء والأخبار يبدو أن لفيروس كورونا آثار إيجابية فالبعض يقترح القيام بتمارين رياضية والبعض الآخر يقترح الوجبات والوصفات التي يستحسن تناولها أثناء فطرة الحجر المنزلي في حين هناك من قرر إطلاق تحديات كما أن بعض الصفحات خصصت لتقديم نصائح وإرشادات أو خدمات وحتى على اليوتيوب فإن الحجر المنزلي أصبح الموضوع الرئيسي سواء تم تطرق إليه بطريقة جدية أو هزلية لكل طريقته الخاصة لقضاء وقت الفراغ ولكن ما نستخلصه من كل هذا هو أن هذه الفطرة الصعبة خلقت جول من التضامن والتكافل لا مثيل له ترجمة نانسي قنقر